بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابة والتبعين وتبعين بإحسان ليوم الدين لكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله أما بعد أسأل الله أن يوفقنا وسائر المسلمين لما يحب ويرضى وأن يعلمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يفقهنا في أمور ديننا ودنيانا وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أول درس أن أتكلم على حول كتاب فتح القريب المجيب المسمى فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب هو في كتاب اسمه التقريب لأبي شجاع للقاضي أبي شجاع ألفه وسمى غاية الاختصار له شروح كثيرة من ضمن شروحه فتح القريب المجيب وهو أشهر صروحي لابن قسم الغزي في فقه السادة الشفعية ولماذا ندرس مذهب؟ أول سؤال وما هو معنى المذهب؟ المذهب أبيق من الدين المذهب الدين يشمل مذاهب كثيرة فالمذهب إحدى طرق تطبيقات الدين على قواعد معينة ذهب إليها عالم وصل لدرجة الاكتهاد فده يسمى مذهب فالمذهب وما يذهب إليه المجتهد في فهم أمور الدين من حيث الأحكام العملية من النصوص الشرعية وهي القرآن والسنة ويؤص القواعد ويبني عليها ما يذهب إليه من رأيه فهذا هو يسمى مذهب وبالتالي المذهب يكون أضيق من الدين فالدين يشمل مذاهب عديد الإمام الشافعي له أصول في مذهبه ووصل إلى درجة الاكتهاد المطلق بشهادة أهل عصره فكان يستحق أن يكون له مذهب وكذلك الإمام مالك قبله كان له أصول وله مذهب ووصل إلى درجة الاكتهاد المطلق فكان له آراء يستنبتها من القرآن والسنة وكان قبل الإمام مالك الإمام أبو حنيفة كذلك وبعد الإمام الشافعي الإمام أحمد بن حنبل والمذاهب أكثر من هؤلاء الأربعة بكثير ولكن لماذا استقرت على هذه المذاهب الأربعة لأنها دونت تدوين دقيق موثق إلى صاحبها في معظم فروعها فاكتملت وخدمت على مر العصور أما المذاهب التي اندثرت كمزمسا الأوزاعي الثوري وكثير من المذاهب هي مجرد آراء منقولة في بعض الفروع وليست متكاملة ولم يهتم أصحابها إنهم يوثقوها نقلا ونقدا وشرحا فاندثرت ولم يبق منها إلا آراء تدرس في الفقه المقارنة لكن لا تسمى مذهب منفصل لأنها لم تنقل نقل كامل كما نقلت هذه المذاهب الأربعة وخدمت هذه المذاهب الأربعة ولذا استقر الأمر في التدريس على هذه المذاهب الأربعة من حيث فهم الفقه الذي هو المتعلق بالأعمال العملية الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية هو ده الفقه فلابد للإنسان الدارس البادئ في التدريس في دراسة دينه أن يبدأ بدراسة مذهب معين حتى ينتظم زهنه ويستقر زهنه فإذا درس هذا المذهب يتوسع فيه بعد ذلك بمعرفة أدلته قواعده وصوله ثم بعد ذلك يتوسع أكثر بمعرفة أوجهه في الفروع المختلفة لأنه ربما يكون الفرع الواحد فيه أكثر من وجه في المذاهب نفسه وما هو الراجح والمعتمد فإذا استقر على ذلك لا بأس أن يدرس بجانبه مذاهب أخرى حتى يتسع إدراكه والتسع مداركي في مادة تسمى الفقه المقارن فيدرس فقه المقارن كيف هذا الإمام فكر بهذه الطريقة فوصل إلى حكم من نفس الأدلة مخالف لحكم هذا الإمام الآخر الذي من نفس الأدلة وصل لحكم آخر والدليل واحد ولكن كيفية الفهم فدراسة المذهب أولا تنظم العقل وتوفر الجهد حتى تستطيع أن تعبد الله على طريقة صحيحة معتمدة ثم بعد ذلك دراسة المذاهب الأخرى لتوسع إدراكك ومداركك وكيف يكون عندك السليقة الفقهية ومن أين علمنا أنه لابد للإنسان الذي لم يصل لدرجة الاجتهاد من أن يقلد من اجتهد ما هي الدليل على هذا من القرآن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاع به ولو رده إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم كما نحن مطلوب مننا إن لم نكن من أهل الاستنباط وهم أهل الاكتهاد أن نرد الأمر لأهل الاستنباط والاكتهاد هذه الأمور ضرورية لأنه نشأت نابتة تدعي أنها تأخذ من القرآن والسنة مباشرة ولا تلتزم بماذا هذه النابتة لم تطالع قول الله عز وجل ولم تفقهه قد تكون تحفظه لكنها لا تفقه معناه لأن الإنسان حتى يستطيع أن يستنبط الحكم من الدليل المباشر لابد أن يمر بمراحل تعليمية طويلة حتى يستطيع أن يستنبط الحكم لحين ما يصل لهذه المرحلة لابد أن يقلد أولا ولو النوم ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لا علمه من يبقى لابد نروح نمشي وراء اللي يستنبطون أو ده أكبر دليل من القرآن على التقليد فلابد من التقليد لمن لم يحصل أسباب الاستنباط وهي الاجتهاد فمذهب الإمام الشفعي من المذهب المعتمدة والتي انتشرت في الأرض والحمد لله بثقالها العلمي لا بقوة سلطان ولا بقوة المال هناك مذاهب انتشرت بقوة سلطان وهناك مذاهب انتشرت بقوة مال يعني المذهب الحنبلي مثلا أنفق علينا فقط طائلة حتى ينشر المذهب الحنبلي لما نشأ الفكر الوهادي فأنفقوا نفق طائلة حتى يعني يفردوا هذا المذهب على الناس وإن كان هم في طبيعتهم لا يتبعون المذهب الحنبلي يعني بدقة أيضا ولكن أنفق عليه أموال طائلة حتى ينتشر المذهب الحنبلي المذهب المالكي وجوده من المدينة ومنبعه من المدينة وهي أصلا مصدر كبير للعلم كان سبب لانتشاره بسبب ما نمى من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم المذهب الحنفي انتشر لأن الحكم العثماني اتخذه هو المذهب الرسمي فانتشر انتشارا واسعا بسبب الحكم العثماني والخلافة العثمانية لكن لا يوجد هذه الأشياء للمذهب الشفيعي يعني المذهب الشفيعي الذي نشره هو قوة العلمية هذا لا يعني أن غيره ليست له قوة علمية لا له قوة علمية أيضا ولكن تجردت القوة العلمية في المذهب الشفيعي في نشره وباقي المذاهب سعادتها قوة أخرى غير قوتها العلمية في نشرها المذهب الشافعي له مزية أنه الإمام الشافعي تعلم ولد في غزة سنة 150 هجرية حافظ القرآن في غزة ثم ذهب إلى مكة فأخذ العلم على سفيان الثوري وعلى أبو مسلم على علماء مكة وأساسهم كان الإمام سفيان الثوري أبو مسلم الزنجي أبو مسلم الزنجي وسفيان الثوري كانوا أساس العلماء الذي أخذ منهم في مكة الإمام الشافعي وإن كان أخذ من كل علماء مكة فأخذ علم أهل مكة ثم بعد ذلك ذهب إلى المدينة وتلقى العلم من الإمام مالك ثم بعد ذلك ذهب إلى العراق وتلقى العلم هناك من محمد بن الحسن وهو التلميذ الإمام أبو حنيف وذهب قاضياً لليمن فنقل علم أهل اليمن ثم ذهب إلى مصر فنقل علم ليس بن سعاد وتتلمز عليه في العراق الإمام أحمد بن حمد فكان الإمام الشافعي حلقة وصل بين المذاب الأربعة فالإمام الشافعي مذهبه تجده أنه يشمل المذاب الأربعة ومن تعمق في المذاب الشافعي سهل عليه معرفة أحكام المذاب الأربعة هذه حقيقة الإضافة لأن الإمام الشافعي استقر في مصر وإحنا في مصر فيكون أنسب لنا أننا نتعلم المذهب الشافعي لأنه انتشر في مصر حتى العوامل لما درسوش المذهب الشافعي تنظر لعباداتهم لأمام المذهب لمن الشافعي باستليقة وبالتالي لما تدرسه وانت في مصر لا تأتي بشيء لا يتعود أهل مصر ومن عادة الفقيه أنه لا يفاجئ الناس في عباداتهم بأشياءهم لم يعتدوها حتى لا يفتنهم عن دنهم ولو كانت صحيحة على مذاب أخر وبالتالي المذهب الشافعي هو أنسب مذهب لدراسته أنا في رأيي لأهل مصر لأنه انتشر ولأنه يشمل المذاب كلها قل ما تجد رأيي في المذاب الأربعة أو غير الأربعة حتى إلا وتجده وجه عند الشافعي من الوجوه يقوم مذهب الإمام الشافعي على خمس أصول لازم نعرفهم اللي أصول المذهب التي استقر المذهب عليها وقام عليه أول أصل من أصول المذهب الشافعي الأمور بمقاصدها اللي احنا بناخدها من حديث النمى الأعمال والنيات الأمور بمقاصدها أول أصل الأصل الثاني الضرر يزال الضرر يزال الضرر يزال الضرر يزال لحديث لا ضرر ولا درار الضرر والأصل الثالث اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك والأصل الرابع الميسور لا يسقط بالمعصور لقول النبي ائتوا مما أمرتكم الميسور يعني المتيسر لا يسقط بالمعصور بالمتعسر لقول النبي ائتوا مما أمرتكم ما استطعته الخامس والأخير العادة محكمة العادة محكمة يبقى أصول مذهب الشفيعي قام على خمسة أصول تستقرئها في كل فروع المذهب بعد ذلك وتجد لها تطبيقات في باب الطهارة تطبيقات في باب الصلاة في أبواب العبادات المختلفة وفي المعاملات وغير ذلك الأمور بمقاصرها الضرر يزال الميسور لا يسقط بالمعصور اليقين لا يزول بالشك والعادة محكمة خمس أصول لابد أي شفيعي بأعرف أصول مذهبه قامت عليهم يعني إيه العادة محكمة العادة محكمة أي أنه لو لم يأتي دليل شرعي في مسألة معينة فننظر للعادة لأن العادة هو خلق الله اللي هو الاستقراء لأن ربنا له كتاب مستور وهو القرآن وكتاب منظور وهو الأكوان فإن لم يكن عندك دليل من الكتاب المستور فلتنظر إلى الكون وخلق الله زي يديك مثال أقل سن للحيض هل ورد في حديث؟ ما نعرفش يعني المرأة عندما ترى دم يخرج من فرجها متى نقول أنه حيض؟ هل لو بنت عندها ثلاث سنين نزل منها دم من فرجها؟ نقول عليه حيض ولا ما نقولش؟ طيب أربع سنين، خمس سنين، ست سنين، متى نقول حيض؟ فلما نعملوا استقراء فلقوا تسع سنين، أقل سن حيض تسع سنين، فخدوها من قول الأصل العادة محكم؟ حسنا؟ فيبقى زي ما نتكلم في المياه لو لم يأتي نص، يبقى نرجع للاستقراء العادة العادة، وعشان كده يبقى العادة محكمة إن لم يأتي نص إذا غاب نص كأقل سن للحيض وأقل فترة طهر وأكثر فترة حيض وأكثر فترة نفاس كل دي لم يتكلم فيها الشر لنجبناها منين؟ من العادة محكمة نسأل أهل الخبرة ونعلم أقل سن حمل أكثر سن حمل كل دي أشياء مهمة لأنه سينبني عليها بعد كده انقضاء العدة وعدم انقضاء العدة وما ينبني عليها من أحكام كثيرة والطهارة والصلاة وغير ذلك فيبقى العادة محكمة دي أمر مهم زي في الطهارة مثلا قالوا إن الماء المشمس في إناء منطبع يعني من معدن حديد أو نحاس في أرض حارة استعماله أيام الإمام الشافعي كان فيه شاعة من الأطباء إن ده يؤدي للبرس إذا استعمل ماء مشمس في إناء منطبع منطبع يعني إيه؟ يعني معدن يصدي باللغة بتاعتنا المصرية أي معدن يصدق بتعرضه للشمس والحرارة مع الماء يبقى يسموه ده إناء منطبع خبس؟ في قطر حار يكون في مدينة أو بلد أصلاً الحرارة فيها مرتفع إذا اجتمعت الشروط دي يبقى الماء ده ماء طاهر مطاهر مكروه استعماله طيب وإحنا الإمام الشافعي جابها مكروه منين؟ من العادة سأل علماء عصره الطباء عصره قالوا له ده بيعمل برس فالإمام الشافعي لما قال قال أكرهه من جهة الطبي لا أكرهه من جهة الشرع لأنه ما فيش دليل شرعي فلما جاء الإمام النووي بعد الإمام الشافعي وهو من أئمة المذهب وجد أن الأطباء أثبتوا أنه لا يورس البرس قال فزالت الكراه وصار بعد ذلك غير مكروه أنا بدي لك أمثلة للعادة محكمة بس علشان لأن في ناس يقول لك إزاي تبقى العادة مصدر من مصادر الأحكام الشرعية في أمور كثيرة قد تكون مصدر من مصادر الأحكام الشرعية والميسور لا يسقط بالمعصور ندي لك أمثلة إنسان لا يستطيع مثلاً أن يغسل يده إلى المرفقين لأن يده اليمنى بها كسر مثلاً أو بها جرح يتأزى من الماء هل يتيمم ولا يغسل الأعضاء الأخرى هذه بقى الميسور لا يسقط بالمعصور الأعضاء الأخرى ميسورة وعضو واحد معصور يعصور فالميسور لا يسقط بالمعصور وبالتالي يبقى يغسل أعضاءه التانية ويترك هذا العضو الذي يتدرر ويتيمم عنه ليستبيح الصلاة مع وجود الحدث فيه هذه فهمت بقى قعدة الميسور لا يسقط بالمعصور يبقى أنا في العضو ده لا أستعمل عليه الماء للضرر طيب أم قال أعمل إيه؟ أغسل الأعضاء التي لا تضرر في حين أن في مزاهب تانية قالت إذا كان في عضو من أعضاء الوضوء الفرد لا يتحمل الماء تلجأ للتيمم وما تغسلش الأعضاء التانية في مزاهب شفك كده زي الأحنار لكن الشفعيان دهم إيه قالوا لا الميسور لا يسقط بالمعصور وجات نظر واضح لأن الأحناف قالوا بردو لو غسل هذه الأعضاء معاد هذا العضو بردو ده ما توضاش واخد بالك وطالما لم يتوضأ يبقى نلجأ للبدل وهو التيمم وجهة نظر لطيفة تفكير لطيفة عشان أقولك أن الأدلة واحدة وده يذهب لطريقة وده يذهب لطريقة والدليل واحد الإمام الشفعي قال الرسول قال ائتوا مما أمرتكم ما استطعتم وهو يستطيع أن يغسل بعض الأعضاء فيغسلها ويتيمم عن العضو المتعسر غسله حتى يأتي مما أمر بما استطاع واضح فهمت بقى الطريقة اليقين لا يزول بالشك قعدة مهمة الإنسان مثلا شك في وضوئه هل انتقد أم لا هو متيقن من أنه متوضئ لكن يشك في الحدث فعلى القعدة اليقين لا يزول بالشك فيبقى يفضل متوضي واضح لأن القعدة اليقين لا يزول بالشك أنا بديك أمثلة بس للقواعد ولكن بعد ذلك ما ندخل في المذهب تفهم هما يفكروا كيف المذهب الشفع ما تمشي برده والرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول له لا تترك صلاتك حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا يعني تتيق كده برده فاخدها الإمام الشفعي من الحديث واضح يبقى لو الإنسان شك في طهارة ثوبه شك في طهارة ثوبه ولكن كان متيقن أنه كان طاهرا لكن شك هل جاءه رزاز متطير من نجاسة أو شيء من هذا يبقى حكم ثوبه إيه على مذابنا طاهر أم صلي واضح لأن اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزوله إلا باليقين هو متأقن أنه غير متوضع وشك هل توضع أم لا نقوم الشك لا يؤثر يبقى هو مش متوضع يبقى الحكم مع اليقين شك هو في الركعة الرابعة ولا في الثالثة نقول له أنت متأقن أنهم ثلاثة وشكك في زيادة واحدة اطرح الشك ويمشي على اليقين اليقين لا يزول بالشك تجده بقى في فروع كثيرة تجدها في فروع كثيرة الأمور بمقاصدها اللي هي أنما الأعمال بالنيات فلابد أنه هو ينوي وعشان كده الشافعية اهتموا بالنية جدا والكلام على النية يتكلمه على كثير المذهب الشافعي النية في الوضوء ومتى تكون ولها زمن ولها كيفية واخد بالك ولها مقصد كل دا لازم يعرف النية وفي الصيام متى تكون النية وفي الصيام الفريدة يختلف نيته ووقتها عن الصيام السنة أم لا وكذلك في الحج متى تبدأ النية ومتى وهل هناك فرق بين القصد والعزم وبين النية الشرعية وغير ذلك كل دا ليه عشان أنهم الأمور بمقاصدها لقول النبي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريء منا يبقى لا ما احنا قلنا بقى كل حاجة ليه تفاصيل احنا في الفضل الطلاق الصريح ما خدناش بمقصد لقول النبي ثلاث هزلهن جد وجدهن جد فاستسناهم بدليل آخر لكن ندخل في النية في الألفاظ الكناية قال له طلاق الكناية قال له روحي غري من وش نقول له أصدك إيه يبقى هنا نقصد نشوف لو أصده يطلق وقع طلاق أصده أنه يستريح منها شوية يستريح منها شوية واخد بالك وهكذا فيبقى مذهب الشفيعي أيم على الخمس وصول دي ودي نقطة مهمة لازم نعرفها عشان ما ندخل للمذهب وعرفنا إيه دليل أننا لابد الإنسان الذي لم يبلغ دركة الاستنباط أنه يقلد مذهب أولا حتى يرتب ذهنه ويفهم من خلال هذا المذهب كيف كان يستف يفهم العلماء الذين بلغوا دركة الإجتهاد استنباط الأحكام من الفروع ومن أدلتها كتاب فتح القريب المجيب ده عبارة عن شرح أيوة أيوة يعني مثلا ما نيجي واحد يخرج ببناء داره إلى بحر الشارع فيضيق على المارة فنيجي على مذهب الشفيعي نعمل إيه نقول له لابد من إزالة ما زاد عن حدود بيتك لأن هذا يؤدي إلى التضييق على المارة فلابد أن الدرر يزال يبقى نشيل الزيادة زي ما يعني يجوه في التنظيم يقول لك احنا هنشيل دي هنشيل دي ليه لأنها تدر غيرك أو تدر العام أو حتى تدر نفسك واخد بالك زي فيبقى لابد أن الدرر يزال لأن الشرع لا يقبل الدرر فإن تعرض درران درر عام ودرر خاص نقدم الدرر العام نزيله على الدرر الخاص وعلشان كده يبقى إيه ارتكاب أخف الدررين تدخل في قاعدة ارتكاب أخف الدررين وفي إزالة الدرر واخد بالك وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَنَ بِكُمْ رَحِيمًا فَلَا تُعَزِّبْ نَفْسَكْ مَاذَا يَفْعَ اللَّهُ بِعَذَبِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَأَمَنْتُمْ فلابد أنك أنت يقص بقى عليها في فروع كثيرة بقى يعني مثلا امرأة حامل والحمل ده يؤثر على حياتها لو استمر يبقى يزال الحمل لأن القاعدة الدرر يزال بس لابد شهادة طبيب عدل يقول لنا فعلا أن ده يؤثر على مرض يبقى ساعتها يجي الفقيه الشفيعي لما تجيب له الشهادة الطبية دي يوم يقول لها خلاص يجوز لك الإجهاض لأن الدرر يزال وهكذا بقى في فروع كثيرة حتقابلنا هذه الأمور الإمام الشفيعي لما دون مذهبه دون مذهبه مرتين مرة في العراق ومرة لما جاء مصر المذهب اللي دونوا في العراق سموا المذهب القديم لما جاء مصر اتضحت له أدلة أخرى وتغيرت بعض الأعراف فتغيرت نظرته في بعض الأحكام فسموا المذهب الجديد يبقى ما دونه في مصر سموا المذهب الجديد وما دونه في العراق المذهب القديم والمذهب الجديد والقديم الفرق بينهم مش كتير في حوالي عشرين مسألة وبعد العلماء قال لك ده 14 مسألة بس يعني مسائل محدودة بسيطة وحتقبلنا وإحنا بنمر عليه نقول قال في القديم كذا وقال في الجديد كذا وده يدلك على أن الفقيه لابد أن يغير ما ذهب إليه إذا اتضح له دليل آخر أما التشبس برأي فقهي واحد مع تغير الظروف والأدلة هذا دليل الجهل فلا يعاب العالم إذا غير رأيه بل من فقه العالم أن يغير رأيه وده نقطة مهمة لأن في ناس الوقت شباب بيعيبوا عن دكتور علي جمعا مثلا أنه قبل أن يكون مفتيا قال كذا في المسألة وبعدما صار مفتيا قال خلاف ما قال ربما أنه اتضحت له أدلة أخرى فغيره اجتهاد لا يضر لا يضر للإنسان يسير مع الدليل وقد يكون الدليل واحد ولكن يغير اجتهاده لاختلاف حال المكلف واختلاف الظروف وعلشان كده الإمام الشافعي نفسه أغير وجيت نظره والخلاف اللي في الفروع ده شيء يعني وارد وحتى حدث بين الأنبية شوف في أكتر من الأنبية أنا بنرق قولي الكلام دليل لأن فيه شبهات حول المذاهب الناس يقول لك هو الحق واحد ولا متعدد ليه تخليها مذاهب هو ربنا هتعبرنا بكم طريقة فيه ناس بتقول كده لأنا مش فهمة في حين أننا ما بنقرأ القرآن بنشوف مثلا أن سيدنا داود حكم في قضية واحدة بحكم وفي نفس القضية سيدنا سليمان حكم بشكم آخر وقال إيه وكلا آتينا حكما وعلما يعني ربنا أقر الاثنين لكن رجح رأيه سيدنا سليمان في هذه المسألة في هذه القضية وقد يتغير ظروف القضية ويبقى رأي سيدنا داود هو الأرجح برضو لأن قال وكلا آتينا إيه حكما وعلما يبقى الخلاف في الفروع ده وارد وربنا جبه لنا حتى في القرآن على مستوى الأنبية في قضية واحدة واخد بالك وبالتالي يبقى الخلاف في الفروع لا يفسد الديانة بل يفتح باب التيسير ومراعاة حل المكلف لأن حل المكلف يتغير فتغير الحكم بتغير حاله ويتغير اجتهاد المكتهد بتغير الأدلة المتوفرة لديه واضح فلما يبقى مثلا إنسان نظرته في بلد واحد غير نظرته في جميع البلاد في مسألة واحدة فلما يجي يعيش في القاهرة مثلا ويفكر في ختان النساء البنات لو المسألة هي القاهرة بس وفيها خدمة طبية كافية يقول آه والله يختان البنات نعملوا لأن في بعض المزائب قالت واجب وبعض المزائب قالت مكرومة وبعض المزائب قالت مستحدة ده بيتكلم على مستوى مدينة القاهرة لأن فيها خدمة طبية متوفرة لا ينبني عليها ضرر إنما لما يجي يخرج من القاهرة ويبص الجميع المحافظات والنجوع وإلى إن هذه القضية هذه الطريقة بتؤدي إلى تشويه ونشر حتى فيروس سي اللي هو يعتبر وباء منتشر في مصر وبيقوم بهذه العملية غير مؤهل بالطب وبيحصل منها حالات وفاة يوم يتغير حكم بعد ما كان بيتكلم وهو قاعد في القاهرة بيقول يا جماعة خدتنوا بناتكم بعد ما نزل لكل المحافظات لأن الدرر يزال فقال إن بني عليها ضرر فقال ما تخدتنوش بناتكم هو نفسه الفقيه لما تغيرت نظرته بينظر على مدينة ولا بينظر على دولة ولا بينظر على العالم في المسألة الواحدة وده دين الله وده دين الله برد واخد بالك وده لا يدل على إن هو إنسان بيبيع دينه من أجل دنيا لأن لا يصح إننا نسيء الظن بمسلم فضلا عن علمائنا دي كلها أداب لابد طالب العلم لما يدخل يدخل العلم بحسن النية في المسلمين وبالرحمة وبمقصد إنه هو يريد طاعة ربه لا ليتميز على الأقران ولا ليحكم على الناس بل يصحح عبادته لعل الله سبحانه وتعالى ينجو به فهذه النواية لابد أن تكون موجودة كن إنسان آخر يخالفك في الفهمة وشيء من هذا التمس له العزر قد يكون نظرته أوسع من نظرتك وقد يكون نظرته أضيق من نظرتك فتلتمس له العزر في الحالتين وعشان كده الإمام الشافعي لو أضع عمره في مناظرات مع أهل عصره كان يقول رأيي غيري خطأ يحتمله الصواب ورأيي صواب يحتمله الخطأ ما فيش حكاية التعصب فأول حاجة لما تجي تدرس المذهب تتخلى عن التعصب وتعرف إن ده أحد المذاهب وكل المذاهب معتبرة وربما يكون رأيي الأحناف في مسألة في عصر من العصور هو أرجح من رأيي الشافعية في عصر من العصور ويتغير العصر وسماته فيصير رأيي الشافعية هو الأرجح في هذا العصر ثم نعود بعد ذلك إلى رأيي الملكية وهكذا لأن كلهم على هدى كل الأئمة على هدى وعلى بصيرة والكل يقصد طاعة ربه فدي نقطة مهمة في بقى أن تدرس المذاهب الشافعي وتحترم كل المذاهب وتترد على كل علماء المسلمين وتلتمس العزر لمن خالفك واخد بالك إنما حكاية ضيق الأفق اللي انتشر وإننا نتهم بعضنا البعض ونخون علماءنا ده لابد أننا نتخلص منه دي أول حاجة عشان يبرك لنا في العلم لأن العلم الحقيقي هو نور الفهم وليس المعلومات لأنه ممكن الواحد يبع عنده معلومات كتيرة لكن ما عندهش الفهم اللي هو يوصله ربه ويعرفه مراد ربه منه فهي هذه النقطة المهمة يبقى العلم الحقيقي هو نور يقذفه الله في قلب العبد اللي هو نور الفهم وليس كسرة المعلومات أيوا فيه سؤال المقلد نوعان دارس وعامي العامي اللي هو ما بيعودش القعدة بتاعتنا العامي ده مذهبه مذهب مفتيه كل ما يعن عليه مسألة في حياته ويروح للشيخ يسأل الشيخ أعمل إيه الشيخ يقوله يعمل كذا طلع الشيخ ده حنفيه حيقوله على الأحنان طلع الشافح حيقوله على الشك طلع ملكي يقوله ملكي فيبقى مذهب العامي مذهب مفتيه وهو برده يعني يكون ناجي الدارس مذهبه هو الذي يدرسه لأن ربنا يؤاخذك بما علمت فطالما أنت بدأت تدرس يبقى تلتزم بما درست ولا تخالف ما درسته حتى تصل لدرجة الإجتهاد اللي بيها تختار وتصلح أن تتخير واضح يبقى إحنا عندنا الناس نوعان المقلدين نوعان نوع دارس يلتزم بما درس ونوع لا يدرس لأنه مش متخصص ولم يهتم وعايش في حياته العادية وهو مسلم برضو فيبدأ مذهبه مذهب مفتي يروح في دار الإفتة زي ما يقولوله يعمل هناك في دار الإفتة ما بيقولوله ده مذهب كذا ده بيروح يديهم المسألة يقوله اعمل كذا يوم يقولهم حاضر يبقى ده مذهبه مذهبه مذهب مذهب مذهبه نقله عنه علماء كثيرين كل عالم ده يسمى طريق فجالنا مذهب الشفيع من عدة الطرق كويس الراجح في الطرق نسميه المذهب الراجح في الطرق نسميه المذهب ساعة تلاقي لفظ كده في استكرام يقولك والمذهب وكذا يبقى المذهب هو الراجح في الطرق كويس طيب الإمام الشفعي نفسه قد يكون له في مسألة واحدة عدة أقوال في مسألة واحدة يبقى لي عدة أقوال فنقول الراجح في الأقوال يبقى الأقوال هي أقوال الإمام والطرق هي طرق وصول المذهب أقوال الإمام الشفعي نسميها قول الراجح في الأقوال نسميه الظاهر أو الأظهر الراجح بالأقول نسميه الأظهر ويقابله الظاهر إذا كان الخلاف وجيه ودليل كل واحد قوي فنسميه ظاهر وأظهر إذا كان الخلاف غير ظاهر وغير قوي بحيث أنه فيه قول دليل ضعيف وقول دليل قوي فنعتبر الدليل قوي نعتبره هو المشهور نسميه المشهور واللي دليله مرجوح يبقى مقابل المشهور يبقى عندنا الأقوال عندنا الأظهر والظاهر إذا قوي الخلاف وإذا ضعف الخلاف يبقى المشهور والغريب مقابل المشهور الغريب دي كلها أوصاف عشانا ما تيجي تخش في المزهر بالشافع تفهم مصطلحات المزهر الظاهر والراجح الأظهر الأظهر يقبله الظاهر الأظهر يقبله الظاهر وهو الراجح في الأقوال إذا قوي الدليل دليل كلاهما إذا ضعف دليل الرأيين يبقى مشهور وغريب عنت بعد ذلك مسائل لم يكتكلم الإمام الشفيع فيها على قول معين في العصور اللي جات بعد كده في عصر الإمام الرافع في عصر الإمام النووي في عصر الإمام زكريا الأنصاري في العصور المتتالية الحد عصرين هذا يوم يجي علماء المذهب الذين وصلوا إلى درجة الإكتاءات في المذهب يقيصوها على أصول المذهب فيسمى وجه يبقى ما استنبطه علماء المذهب على أصول المذهب مما لم ينص عليه الإمام يسمى وجه 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 وقد يختلف بع علماء المذهب في عدة وجوه في المسألة الوحية فالراجح في الأوجه إن قوي الدليل يسمى الأصح ويقابله الصحيح وإن ضعف الدليل يسمى الصحيح ويقابله الضعيف واضح؟ يبقى إحنا عندنا طرق أقوال أوجه طرق ما وصل إلينا الإمام الشافعي من الطرق المختلفة من نقلة المذهب في العراق نقلة المذهب في مصر دي طرق في حاجة اسمها تخريج التخريج في المذهب الإمام الشافعي تجد في بعض المسائل المتشابهة يدي رأيين مختلفين وهي مسألة المتشابهة ومن عرفش ليه إدى رأيين المختلفين في مسألة متشابهة ولم نستطع أننا نفهم الفرق الفرق الدقيق الذي جعل الإمام الشافعي يعطي رأيين مختلفين في مسألة واحدة يقوم العلماء يجب مسائل أخرى تشبه هذه المسألة ويمشوا مع أحد الرأيين فيستنبت لها حكم ومع الرأي التاني يستنبت لها حكم آخر فيسموه تخريج واضح؟ يبقى يقول لك خرجها على الرأي الفلان وخرجها على الرأي الفلان يبقى عندنا في المذهب طرق وأقوال وأوجه وتخريجات كل دي لازم ناخد بالنا منها عشان وإحنا بنقرأ في المذهب نبقى فاهمين المصطلحات نيجي بقى نشوف القاضي أبو شجاع اللي هو مصنف هذا ده كان توفي في القرن في أوائل القرن الخامس الهجري ربعمية وشوية ده القاضي أبو شجاع في أوائل القرن الخامس الهجري نشأ في العراق هو أصلا أصفهاني اسمه أحمد شهاب الدين أحمد الأصفهاني أو الأصبهاني يعني يقولوا عليها أصفهان أو أصبهان اللي هي الوقت طهران كده بردو هي جنبها جنب طهران في إيران كده يعني هي مدينة في إيران بجوار طهران فهو منسوب إليها ولكن هو عاش في العراق ووصل لدرجة القضاء في سن العشرين من عمره كان متميز في عصره لدرجة أنه وصل لدرجة القضاء في سن العشرين وبعدين عرض عليه منصب قاضي القضاء والقاضي القضاء يعني يعني زي وزير العدل في الخلافة كلها منصب عالي جدا في سن الأربعين فلما وصل سن الأربعين ترك الدنيا كلها وترك المناصب وذهب للمدينة المنورة ينتظر أنه يعبد ربه حتى يموت فذهب إلى المدينة المنورة خادما في مسجد النبي يكنس مسجد النبي من قاضي القضاء في بغداد إلى كالناس في مسجد النبي في سن الأربعين من عمره ده القاضي لأنه عندك إذا بلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي فهو لما بلغ الأربعين قال إيه بأنا أعيش في العباد وطالبي العمر ومتصور أنه يقول بعد سنة طالبي العمر الحاد ما مات عنده مئة وعشرين سنة وفضل يترق يكنس مسجد النبي وإضاءة المصابيح لحد ما بقى هو الذي يكنس المقصور الشريف اللي فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم وظل على هذا الحال حتى بلغ المئة وعشرين عاما ثم دفن بجوار باب جبريل لما مات دفنوا بجوار باب جبريل مع توسعة المسجد النبوي النبوي قبره جوه المسجد الوقت أين هو من يعرفش لكن هو تحت الأرض يعني صار هو مدفون في المسجد النبوي الشريف ده القاضي أبي شجاع أحمد الأصبهاني نفعان الله بعلومي في الدرين هامين صاحب هذا المصنف الإمام بن قاسم الغزي من علماء غزة منسوب الغزي نسبة الغزة وهو عاش في مصر وتوفي سنة التسعمية وتمنتاشر هجري يعني في القرن أوائل القرن العاشر الهجري أحد شرح كتاب غاية الاختصار بتاع القضية بشجاع أو متن الغاية والتقريب للقضية بشجاع لأن شرحه كتير لكن بن قاسم الغزي أحد شرحي لكن ربنا كتب القبول لكتاب فتح القريب المجيد وصار يدرس في الأزهر وهو المعتمد وجاء الإمام البرماوي عمل عليه حشية كبيرة وهو كان ثاني شيخ من مشايخ الأزهر أول شيخ من مشايخ الأزهر كان الشيخ الخراشي ثاني شيخ بعده على طول كان الشيخ البرماوي الشيخ البرماوي كان شافعي عمل حشية على فتح القريب المجيب بتاع ابن قاسم الغزي وكانت تدرس الإمام البيبوري بعده بسنوات طويلة جاء وهو شافعي أيضا بقى يدرس حشية الشيخ البرماوي فحشة على حشية البرماوي فبقت حشية البيبوري وصرت هي المعتمدة في الأزهر على مدى سنوات طويلة في التدريس للإيه؟ للفقه الشافعي ده باختصار يعني الإمام ابن قاسم الغزي توفي ومدفون بالقاهرة رحمه الله تعالى وعاش في القاهرة نبتدي بقى إيه نشوف كلام الإمام ابن قاسم الغزي عشان بس ندخل في الكتاب بقى عشان ما تبقى شل حكاية كلها مقدم النهارك بسم الله الرحمن الرحيم هو بدء طبعا الطبعة من يريد الله به خيرا يفقه في الدين حديث شريف بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الإمام العالم العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن قاسم الشافعي تغمده الله برحمته وردوانه آمين الحمد لله تبركا بفاتحة الكتاب الكتاب السنة أنه يبدأ بالبسملة ويثنى بالحمدالله والخطبة تبدأ بالحمدالله يبدأ تملي أي كتاب في التصنيف نبدأ فيه بالبسملة تيمنا بالقرآن لأن القرآن بداية البسملة ثم الحمدالله أما الخطبة بتبدأ بالحمدالله الحمدالله الحمدالله تبركا بفاتحة الكتاب لأنها ابتداء كل أمر ذيبال وخاتمة كل دعاء مجاب وآخر دعوى المؤمنين في الجنة دار الثواب أحمده أن وفق من أراد من عباده للتفقه في الدين على وفق مراده والتوفيق هو خلق يخلقه الله في العبد يختار به مراد الله منه يبقى ده اسمه التوفيق له تعريفات كتيرة لكن أنا بقولك التعريف اللي هو يعني يتيسر على قلبي الآن هو خلق هو خلق التوفيق ده خلق في الإنسان يعني تصرف خلق يعني تصرف يخلقه الله في قلب العبد به يختار مراد الله منه يبقى ده اسمه إنسان موفق واضح على شكرا بيقول أحمده أن وفق والحمد هو نسبة الكمال لله عز وجل من أراد لأن التوفيق مرتبط بإيه بإرادة الله أن يكون من أهل من أصحاب اليمين لأن ربنا لما خلق الخلق قبض قبضتين قبضة للنار وهم أخل الأهل الخزلان والخزلان ما يقابل التوفيق وخباك يعني نقيد التوفيق إيه الخزلان فالخزلان هو خلق يختار به العبد ما يبغضه الله فيحق عليه عذاب الله وده خلق أهل النار ده الخزلان والتوفيق هو خلق أهل أصحاب اليمين وعشان كده ده وفق الإرادة الأولية أحمده أن وفق من أراد من عباده للتفقه في الدين على وفق مراده والتفقه هو الفهم العميق أو الفهم مطلقا في كلمة جاية من فقها أو فقها أو فقها فقها يعني فاهما فقها فاهما وزنا ومعنى وفقها سبق غيره في الفهم وزنا ومعنى فقها سبق فقها فاهما فبوفقها يعني صار الفقه فيه سجية أصبح كده يعني عنده ملكة الفقه أصبح فيه ملكة أحمده أن وفق من أراد من عباده للتفقه في الدين على وفق مراده والدين إيه هو الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان ومعرفة علامات الساعة اللي هو في حديث جبريل أتاكم يعلمكم ودينكم يعني أربع حاجات ومعرفة علامات الساعة اللي هم الوقت بيقولوا عليها سمات العصر إنك تعرف سمات عصرك وتبقى بصير بزمانك وفي نفس الوقت عالي بأحكام دينك حتى توفق أحكام دينك على وفق زمانك ويبقى هو ده الدين الإسلام تكلم عنه علماء الفقه الذين اهتموا لظاهر العبادات والإيمان تكلم عنه علماء العقائد اللي هي أصول الدين لأنه يتعلق بالقلوب والإحسان تكلم عنه علماء الصوفية لأنه يتعلق بالسلوك إلى الله وعلامات الساعة تكلم عنه علماء الاجتماع زي ابن خلدون في عصره وكل علماء الاجتماع بقى في كل عصر يبتدوا يدرسوا دراسة المجتمع ويقولك إيه سمات العصر الموجود فيه عشان تعرف تعيش إزاي في هذا العصر اللي انت منه وجزء منه بتتفاعل معاه وفق إيه ما عقدته في قلبك من إيمان وما تفعله بجواريحك من إسلام وما تسلكه في حياتك من إحسان يبقى مجموعة الأربعة دول هو للدين وابح وأصلي وأسلم على أفضل خلقه محمد سيد المرسلين أفضل الخلق ده سيدنا محمد إيه دليل أنه أفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق زي ما قال الإبراهيم اللقاني في جوارة التوحيد وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق يعني إبعد عن من خالف هذه القاعدة يقصد ابن حزم لأن ابن حزم قال يعني أفضل الخلق سيدنا جبريل وسيدنا محمد وليس عندي ما يرجح أحدهما فوقف فقال لك ملع عن الشقاق يعني إبعد عن إيه عن الدوشة دي طب ودي ليلنا أنه أفضل الخلق إزاي أدل من القرآن لأنه قال أنا سيد ولد آدم بس مش كل الخلق ولد آدم كده برنو وممكن تقول له آه سيد ولد آدم هذا بالإجماع لكن هل هو كمان أفضل من الملائكة طب ولو أفضل من الملائكة يبقى أفضل كمان من جبريل طب أفضل من العرش والكرسي طب أفضل حتى من الجنة والنار ومن سائر المخلوقات لأنه بنول أفضل الخلق أدلة كثيرة أول دليل في نظري وهذه الأدلة على فكرة دي استنبط مني لكن الأمة اتفقت على أنه أفضل الخلق لكن أنا هجيب لك أدلة غير المكتوبة بقى في الكتب الثانية من القرآن بس قول الله عز وجل وما أرسلنك إلا رحمة للعالم فكل ما سوى الله عالم والنبي أرسل له فلابد أن يكون النبي أفضل منه يبقى أفضل من عالم العرش وعالم الكرسي وعالم الملائكة وعالم الجن وعالم الإنس وسائر العوالم لأنها توقفت سائر العوالم على إرساله إليها لتظهر فصارت يده العليا على سائر العوالم فيبقى أفضل العالمين بدليل وما أرسلنك إلا رحمة للعالم الدليل الثاني إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمه الله لم يقل في حق أي نبي آخر إن الله يصلي عليه وإن كان للمؤمنين لأنهم تابعين للنبي قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النبي صلى علينا لأننا صلينا على النبي يبقى وصلاة الله على النبي هذا أيضا من استنباطي ولا تجده في كتاب عايز تشوف أراء العلماء في يعني إيه أن صلاة الله يعني إيه ويعني إيه صلاة الملائكة ويعني إيه صلاة المؤمنين اقرأ كتب لكن إحنا مش هنقول كلام الكتب في المسألة أنا هقول لك الكلام اللي أنا أفهمه لما النبي أرسل للعالمين افتقر مدد من الله ليمد العالمين فصلاة الله هي إمداد النبي ليكون رحمه لصلاة الله على النبي هي إمداده حتى يكون رحمة للعالمين فيمد العوالم بالرحمة لأن النبي مخلوق يفتقر للمدد فإفتقاره للمدد يتطلب استمداده من رب العالمين فصلاة الله عليه هو إمداده بمدد الأكوان ليكون رحمة للعالمين والملائكة تستمد وجودها لا من الله مباشرة بل بالصلاة على النبي فغزى الملائكة الصلاة على النبي لأن الملائكة ما بتكلش ولا تشهر الملائكة عشان تعيش لابد تصلي على النبي زي ما انت كده عشان تعيش لابد تتنفس فيبقى حياة الملائكة متوقفة على الصلاة على النبي فملائكته يصلون يستمدون أسباب حياتهم وأسباب طاعتهم بالصلاة عليه فيا أيها الذين آمنوا تمثلوا بالملائكة فصلوا عليه لتستمدوا أسباب هدايتكم وترقيكم خويس فيبقى هل في مخلوق مشترك مع النبي في هذه الخصائص؟ يبقى أفضل للعالمين يبقوا أفضل للعالمين على طول ما فيش مخلوق تاني اشترك خصوصا أن جبريل داخل في الملائكة اللي بتصلي على النبي مش كده برضو حتى جبريل نفسه تابع الملائكة اللي بتصلي على النبي واضح؟ الدليل الثالث من القرآن إن النبي أفضل للعالمين يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم والرسول يقول إيه أنا أتقاكم لله لما النبي يقول أنا أتقاكم لله وربنا يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم يبقى النبي أكرم العالمين يبقى نحن مش محتاجين الحديث اللي يقولوا عليه حديث جابر اللي هو يقولوا عليه ضعيف وبعدهم يقولوا عليه موضوع أول ما خلق الله نور ونبيك يا جاب مش محتاجين هذا الحديث لنستدل به لأن القرآن مملوء بأن النبي هو أفضل للعالمين وأدل كتير في القرآن بقى يعني لما تعيش في القرآن كده لكن أنا جبت لك إيه الثلاث أماكن اللي هي الدليل فيها واضح جدا للعين وعلشان كده هو بيقول هنا إيه وأصلي وأسلم على أفضل خلقه محمد سيد المرسلين القائل من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وده تمهيد لطيف لأنه سيتكلم على كتاب فقه فجايب من الأحاديث التي تدل على موضوع الكتاب وعلى آله وصحبه مدة ذكر الذاكرين وسهو الغافلين وبعد إيه هو بقى الفقه إحنا قلنا الفقه هو الفهم كده هذا المعنى اللغوي لكن خرج من المعنى اللغوي إلى معنى شرعي تاني فأصبح ليه معنى استلاحي وهو العلم بالأحكام العملية الشرعية المكتسب من أدلته التفصيلية هذا تعريف الفقه عند علماء إيه الشرع الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية لإخراج الاعتقادات لأنه ده مش مجال مجاله علوم أصول الدين هو العلم بالأحكام الشرعية ولما يقول الأحكام هي نسبة شيء لشيء ولما يقول الشرعية يبقى مش أي حكم حكم شرعي مش حكم عقلي ولا حكم لغوي ولا حكم طبي ولا حكم عرفي كده كل دي أحكام لكن أنا يقول لك يبقى كل قيد بيخرج حاجات ويدخل حاجات العلم بالأحكام الشرعية العملية فخرج الاعتقادات لأن ده مجالها أصول الدين كده بردو المكتسب من أدلتها التفصيلية ده تعريف الفقه عند علماء الفقه المكتسب من أدلتها التفصيلية المكتسبة أو المكتسبة الكنين صح من أدلتها التفصيلية يعني كل فرع لي زي ما النبي يقول صلوا كما رأيتموني أصلي فأجيب أحكام الصلاة من أقوال النبي في الصلاة ده دليل تفصيلي كان لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب يبنجب إيه أن أم الكتاب هنا الفاتحة دي واجب قراءتها في كل ركح جبناها منين من دليل تفصيلي خاص بيها اللي هو آية أو حديث أو فعل للمجي صلى الله عليه وسلم ده دليل التفصيل القياس دع في أصول الفقه وأخذ بالك أصول الفقه لي تعريف استلاحي اللي هو إيه العلم بأدلة الفقه إجمالا مش تفصيلا بقى إجمالا فايس وكيفية الاستفادة منها ومعرفة حل المستفيد ده علم أصول الفقه فعلم أصول الفقه ده عبارة عن فلسفة الأحكام من الأدلة الإجمالية فنقول مثلا في أدلة الفقه إن الأمر للوجوب فالأمر الوجوب ده دليل إجمالي يدخل تحتيه أقيموا الصلاة بقى الصلاة واجب أاتوا الزكاة بقى الزكاة واجب حجوا البيت بقى الحج واجب جبناه من دليل إجمالي وهو أن الأمر للوجوب واضح؟ فيبقى أصول الفقه يبحث في الأدلة إجمالا لكن الفقه نفسه يبحث في الأدلة التفصيلية واضح وبعده هذا كتاب في غاية الاختصار والكتاب جاي من التكتب ومنها الكتيبة اللي في الجيش عسان مجموعة معينة متنسقة فأي مجموعة معينة متنسقة نسموها كتيبة دي كتيبة مشاة يعني كلهم سلاح واحد نوع واحد فأي شيء متناسق مجموع نسميه متكتب أو نسميه كتاب وعشان كده الكتاب تلاقيه عبارة عن مجموع مواضيع في موضوع متكامل فنسميه كتاب لأنه برضو فيه جمع والكتاب ينقسم إلى إيه فصول والفصول إلى فروع والفروع إلى مسائل وهكذا وبعد هذا كتاب في غاية الاختصار والتهذيب والاختصار هي إيه؟ قلة الألفاظ الدل على المعنى والتهذيب البعد عن الحشو فهذا كتاب في غاية الاختصار والتهذيب وضعته على الكتاب المسمى بالتقريب لينتفع به المحتاج من المبتدئين لفروع الشريعة والدين وليكون وسيلة لنجاة يوم الدين الأمور بمقصده فهو بيبعين لك مقصده من هذا التصنيف مقصده من هذا التصنيف تيسير الشرع على المبتدئ رغبة في الثواب يبقى الأمور بمقصده يعني هو برضو ماشي على وفق أصول المذهب الشافعي لأن صار زهنه مرتبا عليها فالأول بين المقصد والهدف وليكون وسيلة لنجاة يوم الدين ونفعا لعباده المسلمين ونفع المسلمين ادل على الخير كفاعله فياخد ثواب كل من انتفع به وهو في قبره يبقى هو ده تحصيل الثواب لأن الأمور بمقاصدها إنه سميع دعاء إنه سميع دعاء عباده وقريب مجيب ومن قصده لا يخيب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب خد بالك إن القرب هنا صفة للرب وليس صفة للعبد قال وإذا سألك عبارة عني ألف العبد قريب وإلا ألف إني قريب يبقى القرب صفة لله وليس صفة للعبد العبد بعيد صفة العبد البعد والغفلة وصفة الله القرب والمعية واضح وعلى شك كده لجي تجد ربك قريب لابد أن تلجأ للنبي الذي يدلك على ربك فتجده قريب وإذا سألك الكاف هنا كاف خطاب للنبي عبادي عني فإني قريب فالقرب فالقرب صفة لله ولا يستشعرها العبد إلا إذا كان خلف النبي واضح فدي كلها موجودة بها الآية لأن لو تقرب عبد لله بأي قربة وهو ليس متأسياً بنبي عبدته هباء فلابد أن يبقى له نبي يتبعه حتى يجد ربه قريب واضح واعلم أنه يوجد في بعض نسخ هذا الكتاب في غير خطبته تسميته تارة بالتقريب وتارة بغاية الاختصار فلذلك سميته باسمين أحدهما فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب والثاني القول المختار في شرح غاية الاختصار وكانت عادتهم في الأزمنة دي يحبوا العنوين المسجوعة للكتب الوقت طبعا اندصرت هذه العادة ما بقيتش حتى الناس بيعتبروا أن السجع ده متكلف ومزموم في عصرنا كان أيامهم في عصرهم كان ممدوح وكانوا يحبوا يجيب لك بطريقة كده مسجوعة حتى خطب الجمعة تلاقي ماشي كله على سجع واحد الوقت لو واحد خطب الجمعة بالطريقة دي الناس تملي منه وقولك ده متكلف يبقى تغير العصر ولابد أن الإنسان يغير خطابه الديني بتغير زوق الناس واخد بالك ودي نقطة مهمة علشان كده بعد الخطباء ساعة يبقى حافظ سجعات معينة كده ويقولها في كل خطبة جمعة والناس اللي بتصلي ولا كل جمعة يحفظوها ويبقوا نايمين يعني يملوها يفقدوا حتى أنهم ينتبهوا إليها فالمفروض أن الخطيب يراعي طريقة الناس في انتباههم لأن البلاغة هي مرعاة حال السامع على بقل هي دي البلاغة مش البلاغة اختيار الألفاظ القوية قد ما هي مرعاة حال السامع فلما ترى حال السامع بألفاظ بسيطة وغير متكلفة تكون بليغ أكثر من من يأتي بألفاظ فصيحة وجميلة وكل شيء فيها من حيث بقى الشعر والنسر والحاجات دي متوفرة فيها لكن الإنسان اللي بيسمحها مش مستسغها يوم يا ملاه فناخد بالنا إن هنا تغير الزمان والعصر بيبين لك هنا أن العصر بتاعهم كانوا يحبوا استجادة قال الشيخ الإمام أبو الطيب دي كنية ايه المصنف لما نقول المصنف نقصد أبو شجاع ويس ولما نقول الشارح نقصد مين ابن قاسم الغزي ولما نقول المحشي نقصد البرماوي ويس دي كلها حاجة لما نقول مثلا الإمام يبقى الإمام الرافع لما نقول قال الإمام نقصد الإمام الرافع لكن لو وصلين الإمام الشافع نقول قال الإمام الشافع لازم نقيده نقول لهم الإمام مسكتنا يبقى الإمام الرافع لما نقول الإمامان يبقى الرافع والنووي لو قال الأئمة يقصد الإمام الرافع والإمام الناوي وتجدين السوق كل دي في كتب الشفعية يتأخذ بالي لهم نصطلحات لما يقول قال شيخ الإسلام يقصد زكريا الأنصار لما يقول قال شيخ الإسلام هم يتعودوا كده في التصنيف بتاعي لأنه هو أسنطة لما تشوف بداية التصنيف اللي اشتهرت وشهرت المذهب هو فتح العزيز للإمام الرافي اللي هو جمع كتب الوجيز والمجيز للإمام الغزالي اللي هو أخدها من الإمام الجويني قبله شيخه اللي هو أخدها بعد كده من الإمام المزني اللي هو أخدها من الإمام الشاف فأصل ما الكتاب اشتهر هو كتاب الإمام الرافي في تدوين بقى المذهب فأصبح كلمة الإمام يقصد بها الرافي ده دي مصطلحات زي ما بقولك هم اعترفوا بيه قبل ما تولد أنا وإنت يعني واخد بالك فلا عشان ما تيجي تقرأ لهم بس تتفهمهم قال الشيخ الإمام أبو الطيب الشيخ هو الشيخ قد يكون شيخه الزمان زي حلنا كده عجز يسموه شيخ يبقى لشيخه الزمان الله يكرمه وقد يكون شيخه الناس الناس تقولوا يا شيخ وقد يشيخه العلم ولو صغير في السن يبقى شيخ بقى يبقى الشيخ يطلق على من شيخه الزمان أو شيخه الناس أو شيخه علمه واضح هنا بقى بيتكلم على الشيخ الإمام أبو الطيب لما قال في الكتاب ده كان في شبابه يعني لكن شيخه علمه تبقى لك يبقى هنا ده شيخه علمه قال الشيخ الإمام أبو الطيب ويشتهر أيضا بأبي شجاع يبقى له كنيتان أبو الطيب وأبو شجاع عرفنا هنا من الكلام أنه له كنيتان شهاب الملة والدين لقبه يبقى عندنا كنية ولقب الكنية اللي هي أب أو أم نقول أب فلان أو أم فلان تبقى دي كنية لما يبقى لقب يقول لك شهاب الدين شهاب الملة والدين نور الدين اسمها لقب زي مثلا منقول سيدنا أبي بكر الصديق كنيته أبو بكر اسمه عبد الله لقبه الصديق كده برضو نيجي لسيدنا عمر كنيته أبو حفص لقبه الفاروق اسمه عمر فيبقى في كنيا ولقب واسم هنا برضو جاب لك كلها يبقى كنيته أبو الطيب وأبو شجاع ولقبه شهاب الملة والدين وعادت العلماء كل من اسمه أحمد يسموه شهاب الدين وكل من اسمه محمد يسموه نور الدين عادت العلماء كده واخد بالك فأقول ما تسمع وحي لقبه شهاب الدين تتوقع على طول أحمد وكل من اسمه يحيا يحيا يسموه محي الدين واخد بالك علشان كده تقول لك الإمام النوي ومحي الدين يحيا النوي وكده برضو فيبقى دي ألقاب تعرفت عليها الناس الأمة والمحمد يبقى نور الدين كويس علي محمد ده شمس الدين إنما علي نور الدين الاسمه علي يبقى نور الدين والاسمه محمد يبقى شمس الدين والاسمه أحمد يبقى شهاب الدين والاسمه يحيا يبقى محي الدين كويس لأن الأسماء دي أصلبتها تكرر كتير شهاب الملة والدين أحمد ابن الحسين ابن أحمد الأصفهاني أو الأصبهاني تنفع بالبيه وتنفع بالفاء وإحنا قلنا دي مدينة في إيران سقى الله ثراه وثراه فين في المسجد النبوي الآن دوفنا خارج باب جبريل ده زمان القرن الخامس الهجري لما كان غارج برج إبريل ده مش في المسجد لما اتسع المسجد دخل لا مش عارف أنا أظن أنه هو الحسين هنا المكتوب عندي ودي اللي قرأنا على مشاه آه خلينا على الحسين وبعدين بعد كده نطلع كتب إيه طبقات الشفائية حد فيه كتابة للطبقات الشفائية وشوفها له هل في خلاف في الإسم حسن والحسين أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني سقى الله ثراه صبيب الرحمة والرضوان وأسكنه أعلى فراديس الجنان آمين بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ كتابي هذا يبقى العادة أن يبتدئ المصنف أو الكتاب بالبسمال بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ كتابي هذا والله والله مش بسم الله أي بسم الله أي بسمه أبتدئ لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم يبقى أبتأ وإنت بتاكل يبقى أبدأ أكلي كده بره متعلقة بفعله إذا كنت بتقول بسم الله وإنت بتتكلم يبقى أبدأ كلامي إذا كنت بتقول بسم الله وإنت بتصنف كتابي يعني أبدأ كتابي وأخذ بالك وهكذا يبقى بسم الله متعلقة بفعله يختلم باختلاف حالة القائد والبسمالة أمر مطلوب لكن يحرمه عند فعل المحرم يعني ما ينفعش مثلا وأنا بشرب خمرة أنا أوزه بالله يعني بيشرب مش أنا يعني اللي بيشرب خمرة يعني يقول بسم الله على كاس الخمرة لأنه لا استهزاء لأنه كيف يتذكر ربه وهو يفعل كبيرة هيبتدي يزني بمرأة يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا هو بيزني الله لا استهزاء حرام يبقى قد تكون البسملة حرام أحيانا وقد تكون مكروهة عند فعل المكروه لما يبسمل عند فعل مكروه وقد تكون مباحة ما يصحش عند فعل المكروه أن الإنسان مثلا يبسمل ولا عند فعل الحرام واضح زي برضا نفس الحكاية الصلاة على النبي ما ينفعش تصلي على النبي في وقت الله يطليق بقدسيتها الناس العوام يلاقي واحدة رقصة دخلا يقول صلي عن نبي وقد قالك ده إساءة أدب ما يصحش وقد قاله وهكذا يبديه كلها حاجات من الفقه البسيط اللي بيه الإنسان يتعلم الأدب مع ربه أثناء الأمر خلافي بين المذاهب يعني أنا أشعره حسب فهمي وأنا بقى لي تلاتين أربعين سنة بقرأ في كتب الفقه أنه لا مانع من أنك تصلي على النبي إذا سمعت اسمه سواء أنت في صلاة أو خارج الصلاة خصوصا أن الصلاة عن النبي من جنس الصلاة وليس شيء أجنبي عنها فطالما هي من جنس الصلاة والنبي قال البخيل من ذكرت عنده ولم ولم يصلي عليه وإن النبي كمان إيه دعا دعا على الذي يذكر عنده ولم يصلي عليه قال إيه لما سيدنا جبريل قال له بعد بعد من ذكرت عنده ولم يصلي عليه قل آمين فقلت آمين كده برضو والأمر هنا مطلق فما دخلتش الصلاة استثنت فلم تستثنى الصلاة وبالتالي يبقى في كل أحوالك كلما زمعت النبي تصلي عن النبي نيجي نشوف لفظ الصلاة عن النبي بقى ده هل من جنس الصلاة ولا خارج عن الصلاة أجنبي عنها فإن كان من جنس الصلاة فلا بأس إن كان أجنبي عنها فلا تفعله فأم تتركت تفكير الفقير مش بترئت بقى إيه أصلا ما فعلهاش يبقى إذن ما عملهاش الطريقة دي خطر لأنها جعلت أن المسكوت عنه منه عنه وده ليس فقر لأن المسكوت عنه عفو كده برضو والمتروك لا يدل على النهي يبقى الترك سفل الفعل والسكوت سفل القول ولا ينسب للسكة قول كده برضو فما تركه النبي نبحث لما تركه إن كان في سبب شرعي يبقى ياخد حكم هذا السبب إن ما كانش في سبب شرعي يبقى يدل على جواز الترك واضح طيب المسكوت عنه المسكوت عنه إحنا عندنا قاعدة عند الفقهاء جميعا مش الشفعية بس لا ينسب للسكة قول يبقى ما تنسبش للنبي قول هو ما قالوش هو سكت والحديث للرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه إن الله حد حدودا وإيه وشرع شرائع وسكت عن أشياء غير نسيان رحمة بك سكت يبقى جعل السكوت عفو كده بره وبالتالي يبقى اللي ييجي يقولك ليه بتصلي على النبي وانت جوه الصلاة لما بتسمع اسم النبي ده النبي ما عملش كده والصحابة ما عملوش كده يمش عارف يبقى ده مش فقير ليه لأنه كنوا ما عملوش ده الله يستدل منه على النهي واضح لأن الترك لا يدلوا على النهي فدي نقطة مهمة طيب ما هو النبي كان بيعمل كده لا يعملها في سره زي ما بيقرى الفتحة في سره ما هو لا يحدث تشويش التشويش في الصلاة منهي عنه كويس حتى لو قرأ الفتحة بتشويش وإحنا عندنا قرأة الفتحة لازمة للإمام والمأموم في السر والجهر سواء بسواء لكن بلا تشويش فلو وقع في التشويش يبقى ده مخالفة أخرى فالمخالفة جاءت من أنه هو شوش لا من كونه صلى على النبي والنبي كان لا يمر بآية استغفار إلا استغفر ولا بآية دعاء إلا دعا الأحناف عندهم في الفريدة ما تعملش وفي السنة عم رأي الأحناف كده في الفريدة ما تعملش ده رأي الأحناف والشفعية عندهم الفريدة والسنة والنافلة سواء بسواء لأن أحكامهم سواء واضح؟ فهي المسألة خلافية وطالما مسألة خلافية يبقى وسع مخك اللي شايف نفسه منشرح بيعملها سيبه ما تنههوش لأنك لو نهيته عن أمر سكت عنه النبي يبقى أنت بتجيب شرع جديد يبقى أنت اللي مبتدع تهمت بقى يعني لو جيت أنت نهيته يبقى أنت ابتدعت نهيا لم ينهاه النبي سكت عنه مش كده بردو فناخد بالنا من دقة هذا الأمر لأنه انتشر الناس اللي هم بيجعلوا المسكوت عنه والمتروك علامة ودليل على التحريم أو على الكراهة وهذا خطأ ليس ده قولي فقيم وليه كنت تقرأك في كل حاجة أيما أكمل لك الأصول لكن مثلا في الدعاء دعوني أستجب لك ما تلتزمش بدعاء معين أي دعاء تكتهد فيه أي تسبيح تكتهد فيه وأخذ بالك إزاي وهكذا لأنه ترك لك مساحة أنك تعبر عن مشاعرك حتى لا تكون مقلد وحافظ لكل حاجة فترك لك مساحة بدليل أن سيدنا قباب بن الأرات سنة ركعتين لم يأمر بها النبي للقتل كده بردو مش قال لهم قبل ما قالوا لهم تقتلوا لهم طب يدوني فرصة أصلي ركعتين فصارت سنة من قتل أن يصلي ركعتين قبل أن يقتل شوفها دي مين اللي سنها دي هل سيدنا رسول اللي أمروا بها طيب مين اللي سن سنة الوضوء سيدنا بلاي قبل ما النبي يأمر بها وبعدين قبل ما يبقى يقرار مش قبلت منه ولا أخطواته في الجنة قبل ما يقرها النبي مش كانت سبب أنه هو سبقه في الجنة ولا كان قابلها عند الله متوقف على إقرار النبي فهمت إزاي فلازم الواحد يتحرر الأول من الفكر السائد للوقتي في ضيق الأفق في فهم أمور كثيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لما الراجل حمد ربه سمع الله للمحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا يستأذن النبي يقوله ولا ما يستأذنهاش قبل ما يقره النبي مش الملايكة رفعتها قبلتها ولا ما رفعتهاش ولا كان متوقف رفعه على إقرار النبي فدل على أن في مساحة تركها الشارع لنا أننا نكتهد فيها ما فيش مشكلة وبالتالي طالما طالما شوفها أقولك هاجم أنت بتقسها هل النبي نهى ولا ما نهيش هل هي تندرك تحت أصل من أصول الشارع أم لا هل هي أجنبية عن هذه العبادة أم عبادة مستقلة أجنبية لا يعرفوا الشارع مثلها تقيس هذا كل فلو وجدتها أنها ليست أجنبية عن العبادة وأنها مأمور بها وأنها وأنها لك أن تفعل وتدخل تحت إيه من سنة سنة حسنة فلو أجروا أجروا ما نعمل بيه تدخل تحت هذا واضح العبادة ليها مثلا إيه يعني الدهر أربع ركعات ما ينفعش نخليها أنا خمسة الركعة فيها سجدتين ما ينفعش أنا نخليهم ثلاثة لكن حقولي هنا جوة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ألزمنا نقرأ إيه بعد الفتحة يبقى تركك أوه تقرأ كم آية تركت كده برضو يبقى فيه أمور متروكة تقول إيه في السجود أو في الركوع ادى لك أمثلة ولك أن تكتهد وتقول ما شئ في التلبية الصحابة لب التلبيات مع النبي غير تلبية النبي وأقرأهم لما تخش بباب الحج لأسان عبد الله بن عمر كان بيلب بطريقة وده بيلب بطريقة والنبي بيقر الكل يبقى فيه أمور في الشرع لما تيجي تدخل في الشرع التريف هتجد يبقى عندك الحس الفقه اللي بيه قد تستسيغ بعض الأمور وقد لا تستسيغها ويبقى دي أمور خلافية يعني قد يكون الكلام اللي أنا بقوله لك ده إنه ما فيش مانع أن يصلي على النبي في الصلاة واحد تاني يقول لك لأ ما يصليش على النبي في الصلاة يبقى يصلي بعد الصلاة ما يجرش حاج يبقى ده صح وده صح وانت تعمل اللي يريحك وده أمر خلاف يبقى نسع بعضنا ما نصلش الدرجة بقى بضعة ضلالة في النار ونودي نفسنا في ده يبقى تبقى دي الأمور لازم تتعود ساعة الصدق يعني أما جاءنا مثلا أطبق هذا الأمر على الأزان أقول أشهده أن سيدنا محمد رسول الله أم لا أشهده أن محمد رسول الله وأصبر عليهم أنا أقول لك وجهات نظر المختلفة ده فقيه وده فقيه وده صح وده صح واخد بقى كل العلماء قالوا الأزان زي ما اشتهر وزي ما تعلمناه وكذا في التشهد ما نقولش سيدنا محمد خارج الصالة وخارج الأزان قول سيدنا محمد بإجماع العلماء بعض العلماء التانيين ودول الشفعية عرفك قالوا أنك أنت يجوز زيادة لفظ سيدنا في الأزان لأنها زيادة أدب خصوصا أن الأزان ليست ألفاظه قرآنية أيوة متأخر الشفعية وكثير من الملكية متأخر الملكية وكثير من الأحناف وأنا أجيب لك معايا يعني حتى أدلة كثيرة لناس كثيرة وليك تشتري كتاب حتى مطبوع في السوق وبيباع بقاله ستين سنة تشنيف الأزان وعندنا الفاتوى دي وعندنا احنا في مسجد الأشراف لأن احنا عندنا في مسجد الأشراف على فكرة هنا في المؤطن بلو يا شهر وانا سيدنا محمد رسول الله وأخذ بالك وأنا صليت في المسجد الأوموي يقول لها شهر وانا سيدنا محمد رسول الله هناك في سوريا ومسجد الشبراوي هنا في صلاح سالم يقول لك شهر وانا سيدنا محمد رسول الله في الأزان يبقى لا بأس يعني أنت سيبه دا يقولها وانت ما تقولهاش ما يجريش حاجة وده حلو وده حلو وجهة نظره أن الأزان ليست ألفزه قرآنية وأنه شرع بالمنام وأخذ بالك وأن النبي أقر سيدنا بلال أنه يزود في الأزان شيء هو ألهوله قال له الصلاة خير من النوم قاله اجعلها في أزانك يا بلال وما عملش كده في القرآن كده برضو وفي المطر يقول إيه الصلاة في الرحال بدل حي على الصلاة كده برضو وفي وارد سيغة في الأزان أوردها الأئمة أن فيها حي على خير العمل كمان وأخذ بها الشيعة وهي وارد ممكن تقول إيه الصلاة في البيوت كل ده لأن الرحال زمان هي البيوت الوقت وأخذ بالك وهكذا يبقى الأزان ليست له نفس قدسية القرآن بأدلة كثيرة واضح الأزان لما توصل بقى للأسانيد اللي وصلنا بيها الأزان تجد أنه وصلت لنا 16 صيغة في الأزان غير الصيغة اللي احنا بنقولها دي واحدة من 16 صيغة بس هي دي اللي اشتهرت اشتهرت الأمة اشتهرت أنت تولدت لقيتم بيقولوا كده بيت تأذن تقول كده خلال لكن أنت ما تروح زي زي ما تقرأ القرآن برواية حفص عن عاصم والقرآن كله حفص عن عاصم ثم فيه 20 قراءة وكل قراءة يعني أنا قصدي أنا قصدي إن شهرة صيغة معينة لا تنفي وجود صيغة أخرى ثم هي ثبت ثبت ما يجرىش حاجة طيب أنا لو قلت لك الوقت حي على خير العمل وهي ثابتة على فكرة في كتب السنة واجب لك تخرجاتها المرة الجاية صحيحة الإسناد لو قلت حي على خير العمل الوقت هتعمل فيها ايه؟ لا هتتخاني معي لأنها مش مشهورة هتقولوا إحنا بقينا في إيران ولا إيه؟ ويبلغوا إن المسجد ده مسجد شيعي فلازم إحنا نوسع طيب وهو سيدنا علي مش ولي الله كلمة صحة ولا بصحة طيب هو ولي الله هو أنشأوها ليه؟ لأن كانوا زمان بيسبوا سيدنا علي على المناجم زمان فبقاهم يقولوا كده عشان يبينوا إنه هم ما بيسبوهوش بيعتذروا لها ثم بعد ذلك تورستها الأجيل بس اسمعني بس المسائل دي مسائل يختلف فيها وجهات نظر الفقية فممكن أنت توافق وأن بتوافقني وممكن بتوافقنيش ونفضل كلنا حلوين بيمتني إزاي؟ أدي المسألة أنا عايز توسع مدارك مش عايزك تقتنع برأي على فكرة لكن أنا عايزك تتعود إن فيه رأي يقابل رأيك بس دي كفاية يعني تيجي في مسألة السبح نفس الحكاية السبحة دي وسيلة للعدد والنبي أمرنا بالعدد هل لازم أعد على صوابعي؟ طب لو اتخذت وسيلة أخرى غير صوابعي هل تبقى جائزة ولا بتاع؟ عندنا قاعدة بتقول الوسائل تأخذ حكم المقاصم واحد تاني يقول لك لأ بس دي أصلا عبادة والعبادة تبقى توقفية أنا مش هستعمل السبح نقول له خلاص يا سيدة عد أنت على صوابع أنا هعد على السبح ونعمل على عداد مش عارف وها كذا يعني وجهات النظر دي تختلف فيها أسبر عليهم أسبر عليهم أنا قلت لك مش مهمة تقتنع وإنت ما تقولش سيدنا محمد في الأزاني على فكرة أنا مش بقول لك كده لكن فيه واحد تاني مستسيغي أن يقولها لأن سيدنا جاء بيها لفظ الشرع أنا سيد ولد آدم وأخذ بالك إزاي؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم أقر تقديم الأدب على الاتباع لما قال لسيدنا أبي بكر في مرض وفاته خليك وسيدنا أبي بكر لما وفقش ورجع وقال ما كان لابن أبي قحفاني أم القوم ورسول الله بينهم فأقره واخذ بالك وسيدنا رسول الله أقر سيدنا علي لما قال والله ما أمحوها أبدا في صلح الحديبية وكان الاتباع يقتد أنه يمحوها فمحاها النبي ولم يلوم سيدنا علي واضح؟ يبقى هذا لفظ السيادة ده في نوع من الأدب فالأدب يقدم على الاتباع ولا هو الاتباع هو عين الأدب وجهتين نازر وجهتين نازر الشفعية قالوا الأدب يقدم على الاتباع والتانيين قالوا الاتباع هو عين الأدب هذا مذهب وده مذهب وده حلو وده حلو واضح كلام بس لكن مش شرط أنك أنت يعني إيه تعود نفسك أن لازم الشيخ اللي أنت بتاخد منه تبقى موفقه في كل الفروع والتفاصيل لا غلط كده مش هتلاقي شيخ لن تجد شيخ بهذه الطريقة طول عمر الأمة يختلفوا في الفروع البسيطة اللي زي يدي وده يستسيغها وده ما يستسيغها وقد لا تستسيغ أمر الآن وبعد عشر سنين قبلك أليك مستسيغه واخد بالك إزاي وهكذا يعني تختلف وجهات النظر والأمة تسعى بعضها هذه المسألة طالما نيتنا طاعت الله ورسوله زي برضو لا تصلينا العصر اللي في بني قريزة مش كده اختلفوا الصحابة في عصر النبي قالوا ده النبي يقصد أنه هو يستحثنا على الصفر على الوصول والتنين قالوا لا احنا حنصليها ولو المغرب ادنا علينا مش حنصليها لبني قريز ووصل الخبر للاتنين مذهبين مذهب نظر إلى مقصد القول ومذهب نظر إلى حرفية القول واخد بالك إزاي والصحابة انقسموا فرقتين فرقة صلت وفرقة تانية مش تسلت على المغرب هناك ولما وصل الأمر اللي الرسول عمليه أقر لتنين كلهم أميته ولا قال لوحدة مبتدعة وضلالة وفي النار ما قالش واضح يبقى الحكاية بسيطة خلينا بقى نخش هنا وعلى فكرة لما نخلص الكتاب ده هتتحل إشكاليات كتيرة في ذهنك فمش شرط تحل كل إشكالياتك في أول قاعدة صح ولا لا احنا بنحل مشاكلنا كلنا مع بعض قاعدة بقاعدة خطوة بخطوة كان الدكتور علي جمعة ربنا يشفيه كان يقول إيه كان يقول العلم عن مشايخه الكلام دي عن مشايخه بالقطارة نقطة نقطة انت بقى عايز تاخده بالمغرفة خده بالقاعدة هتشرق وممكن تتقايا تعرف انت ما تاكل حاجة بالعافية هتتقايا مش هتستفيد ديها لكن خدها بالراحة هنتعلمها ولازم نتعود ان في مزاهب كثيرة وجهة نظر كثيرة وان ده كل ده ده اختل تحت الشرع الشريف وان دينا ليس مذهب دينا أوسع من المزاهب واضح احنا قلنا كده في المقدمة ونذكرك بها تاني ان دينا ليس مذهب دينا ليس هو مذهب الشافعي دينا هو كل المزاهب ولكن المذهب الشافعي طريقة لتطبيق وفهم القواعد على أصول الصلاة الإمام الشافعي استقاها من السابقين للصحابة واضح بقية المسألة فنوقف بس عايزين نوقف عند باب الطهارة كتاب الطهارة عشان بوقفنا على طب انا هقول لكم حاجة احنا كده طويلنا نوقف عند هنا على الحمد لله رب العالمين نوقف عند ايه رب العالمين معكم ألم ويوم الثلاثة القادم نكمل إن شاء الله ايه تفضل حرمة الصيد للمحرم ولا لغير المحرم للمحرم يحرم على المحرم صيد البر ما دام محرما لا خلاص سنحر لا إلا تعبوا دي واحتراما للمكان وليشعر كل مخلوق في هذه البقعة بالأمان لأن ربنا بقوله ومن دخله كان أمنا وده خبر واخد بالك فليتحقق الخبر واندخله كان أمنا أي فأمنوه واضح ولكن لو لم تجد لها علا تعبدي ربنا تعبدنا بها أيها طبعا الشفعي يقرى الفتحة على طول حتى لو الإمام بيقر الشفعية كده هتعخدها لازم يقرى الفتحة ولما أراش الفتحة يبقى السراك عديلة متنعقد ما يسلمش مع الإمام يقوم يجيب راكة إلا لو أدركه راكعا معلش يعني أنت لو أدركت الإمام واقفا كويس وانت سرحان جاي من شغلك سرحان أنا دي ساعة مرة حصلت لقيت نفسي واقف ورائع بقرة تشاهد من سرحاني يعني المفروض أردت زبطت نفسي بعد التشاهد والرجل بيركع فأنا مش حقدر أنشئ فتحة جديدة بقى خلاص فرحت ركع معاه واعتبرت دي مش ركعة وهم سلم وهمت جبت ركع شفعية كده لكن اللحنة فيه ركعة واخد بالك وانعقدت صلاة لأن قراءة الإمام قراءة للمأمون واخد بالك ففي أكتر من كده بقى خلاف في المزاهب ونتحمل ولا ما تحملوش واحد يقول لك دي صلاة بطلة والتاني يقول لك لا دي صلاة صحيحة في أكتر من كده في الصلاة بطلان وصحة هذه دي أقوى من جائز وغير جائز كده برضو وتحملتها الأمة على مر العصور مثل هذه فضل آخر سؤال أنت مش نوي تدرس الكتاب دا وهنخد أحكام الصلاة ولا أنت نوي تروح ما تجيش تاني أنت مش تدرس الكتاب دا على فكرة وناخد أحكام الصلاة هتلاقي كل الإجابات دي تقالي سهلا إن شاء الله سبحانك الله وما بحمدك نشهده ولا لنت نستوى تروح لي وصلي الله وما وسلم وبارك على سيدنا محمد والإعادة